جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مناشدته القوية بالوقف الفوري لإطلاق النار لمعلجة الكارثة الإنسانية في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية على نطاق يتناسب مع الحجم الهائل لاحتياجات سكان غزة وشدد جوتيريش على ضرورة تغيير الوضع الحالي وصفا ما يجري بكارثة إنسانية تتكشف أمام العالم وأكد أنه فوق بتصعيد غير مسبق للقصف وأثاره المدمرة بما يقود تحقيق الأهداف الإنسانية معربا عن قلقه بشأن موظفي الأمم المتحدة الموجودين في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية